معنا دلوقتي عبر زوم من لندن طبعا نجم كبير على مستوى بلاك بيرن على مستوى كمان نورشت سيتي ومساعد المدير الفني السابق للوافد الجديد من الشامبينشيب نوتج هام فورست معنا مع حضراتكم ونرحب به على شاشة قناة النادي الآلي ستيفن ريد مساء الخير عليك ستيفن شكرا جزيلا لكم أنا مصرور لتواجدي معكم سعداء موجود معنا وكننا بنتكلم أكيد على البريميال ليج وانطلاقة البريميال ليج في أول جولتين عايز يعني أنت شفت إزاي شفت إزاي أول جولتين من البريميال ليج هل ستتغير خريطة المنافسة هذا الموسم ولا أنت شايف أن ما زالت المنافسة هتكون مستمرة ما بين الستي وليبركول أعتقد أننا الآن نرى العديد من الأندية الإنجليزية القوية في الدور الإنجليزية هذا الموسم منشستر سيتي بالطبع هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة لديه انطلاقة رائعة وكذلك الأرسنل ولكن أعتقد أن ليفر بول ليفر بول سيستعيد عافيتها ليفر بول بدأ بداية مخيبة ولكن ليفر بول منشستر سيتي هذا الصراع الدائم بين الفريقين هو الأبرز أعتقد أننا في مرحلة مبكرة لنحكم ليفر بول لا يجب أن نحكم عليه في البداية هكذا ولكن أعتقد أن استمرارية وثبات منشستر سيتي هو ما يميز المنافسة البطولة قوية تشيلسي ينفق الكثير من الأموال على الصفقات لديه موسم انتقالات رائع أعتقد أن الأمر رائع أن بريمير ليج هذا الموسم سيكون رائعا كلنا متوقعين موسم رائع لكن خلينا أسألك حتى على المستوى الشخصي أنت كنت متواجد مع نوتينغام فورست لغاية شهر 7 اللي فات وكنت عامل أداء أكثر من رائع على مستوى السنتين اللي فاتوا في الشامبونشيب وطبعا أعيز أسألك ما جددتش ليه التعاقد أو ليه ما استمرتش في البريمير ليج مع نوتينغام فورست بالطبع من الواضح أن عمل سنتين مع نوتينغام فورست كان أمرا رائعا قضيت أوقات رائعة حظيت بلحظاتي المميزة مع الفريق مع الجماهير ولكن في الموسم الماضي الأمر لم ينتهي معي بشكل كما يأمله النادي أنا فضلت أن أحتفظ بهذا الإنجاز الذي فعلت مع الفريق وأن أتجه لمجال وحقل جديد مما ينمي من مجالي الاحترافي أنا أركز على الجانب الفني والجانب التحليلي الجانب الذي يلهم الكثير من اللاعبين أنا أساعد الآن اللاعبين بشكل أكبر وأساعد قاعدة أكبر من اللاعبين على مستوى إنجلترا أعتقد أني أساعد على تطوير اللاعبين من ناحية النفسية ومن ناحية الفنية دوري الآن كمحلل هو أن أجعل اللاعبين في مستوى أكثر تطورا فأعتقد أن هذا هو الأفضل لي طيب طالما جبت سيرة التحليل وحتى على مستوى اللاعبين هو سؤال ويمكن غريب شوية أن عدد اللاعبين للإنجليز في البريمير ليج بيقدر بـ 35% في حين وجود 65% من اللاعبين غير الإنجليز هل هذا بيأثر بالسلب على الكرة الإنجليزية وبالتالي على المنتخب الإنجليزي؟ الأمر واضح جدا كما ترى في الكرة الإنجليزية عموما وكل المنافسات والأندية الإنجليزية لدينا لاعبين مميزين على مستوى اللاعبين الإنجليز ولكن كما نرى في آخر مسابقتين للمنتخب الإنجليزي الأمر بدأ واضحا أن تطور اللاعبين ليس بالمستوى المأمول اللاعبين الإنجليز هم لعبين صفوة ولكن عليهم أن يبذلوا المزيد لدينا بطولات كثيرة تؤهل وتخرج لنا لعبين إنجليز بشكل كبير أعتقد أن اللاعبين لديهم قيمة ويجب عليهم استغلالها أعتقد أن يجب على الأندية أن تحسن من جودة اللاعبين وتعمل على ذلك بالفعل هذا يحدث ولكن استخدام لاعبين أجانب أصبح الأمر أكثر صعوب على اللاعبين الإنجليز وليس من السهل لأي نادي في أوروبا استخدام لاعب إنجليزي بسبب الرواتب صحيح تتكلم على نقطة مهمة جدا ولكن على الجهة الأخرى لو تكلمنا على الإدارة الفنية أو المدربين المدربين الألمان عملوا بروجيكت كبير جدا خرج منه مدربين كبار بحجم يورجون كلاب بحجم طوخل أين المدرب الإنجليزي من هذا المشروع وأن 14 مدرب إنجليزي بس موجود في البريميال ليج 14 أجنبي آسف موجودين في البريميال ليج عدد كبير من المدربين الأجانب زي ما تكلمنا عن اللعيبة نتكلم كمان عن الإدارة الفنية والمدربين أنت شايف كمان المدرب الإنجليزي أين هو من الساحة العالمية لا الأمر صعبا هو سؤال صعب لا أستطيع أن أضيف المزيد بالمدير لدينا أسماء كبيرة في مجال التدريب في إنجلترا ولكن فكرة النجاح أن تنجح مع مدير فني هو الأفضل للأندية فلذلك هم يفضلون المدير الفني الأجنبي أستطيع الآن أن ترى نجاحات وأمور مميزة مع المدير الفنيين لجلب الأمر صعب أنا أعلم ذلك ولكن أعتقد أننا وجدنا تغير كبير في آخر سنتين وستهام أدى أداء جيدا مع مويس لدينا هوتسون لدينا مدربين إنجليز رائعين لدينا ساوف جيت لدينا إيدي هاو كان يدرب نيو كاسل مدرب رائع لدينا أسماء كبيرة ولكن لقد أنهو الموسم الماضي بشكل رائع أعتقد أننا لدينا مديرين فنيين إنجليز رائعين لا على السبب لا ما فيه الشك طبعا فيه مديرين فنيين إنجليز بشكل رائع لكن يمكن لو تكلمنا على top 3 أو top 5 في المدربين مش هنلاقي مدرب إنجليز خلينا أخذك ستيفن لما يحدث للمان يونيتد وعايز أعرف رأيك لما يحدث للمان يونيتد هذا الموسم خسارة أول جولتين مشاكل على المستوى الفني مشاكل على مستوى كريستيان ورونالدو كذلك مشاكل على مستوى المالكين ما أقول الأمر صعب أعتقد أننا جميعا رأينا ما حدث لقد أدوا موسم تحضيري رائع بنتائج كبيرة كان الأمر واضحا أنهم سيؤدون موسم جيد وآخر مباراة في البري سيزن هي كانت مخيبة لأمال ولكن أعتقد أن الثقة التي بدأ بها الموسم التحضيري جعلت الأمر جيدا ولكن الأمر كان صعبا ومخيب للأمال لمنشستر يونيتد يمكنهم أن يصرف وينفقوا الكثير من الأموال ولكن يفتقرون إلى الثقة يفتقرون إلى القيادة والقيادة على مستوى الإدارة بطبيعة الحال وليس فقد الفريق الأمر تنفسي بشكل كبير على اللاعبين أكبر من مستوى اللاعبين والمدرب أعتقد أن الأمر الآن أعتقد أن منشستر يونيتد أنفق الكثير من الأموال على اللاعبين والمديرين الفنيين في العوام السابقة وكذلك المدير الفني القادم الأمر الأمر ليس بخصوص المدير الفني فقط ولكن الأمر بخصوص اللعب كوحدة كاملة من الإدارة حتى اللاعبين لديك لديك مديرين فنيين شباب رائعين كانت تنهاج مدير فني رائع ولكن الأمر ليس خاصا بمدير الفني فقط ولكن يجب على منشستر يونيتد إصلاح العديد من الأمور قبل التكلم في تطور الفريق ستيفن على مستوى الشخص بالنسبة لك أنت تقييمك لما يفعله كريستيان رونالدو في الفترات الأخيرة أو في الفترة الأخيرة مع الماني يونيتد قيمت إزاي ما يفعله رونالدو في الشهرين اللي فاته لا كريستيان رونالدو لاعب رائع أدى موسما رائعا مع منشستر يونيتد كان لديه عديد من السنوات في الملاعب لديه كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو لاعب رائع إذا متى أراد أن يغادل النادي سيكون له مكان ليتواجد به ولكن من الرائع أن نرى كريستيان رونالدو يقود 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 لعبين شباب ويقود فريق قوي من الرائع أن نرى كريستيان رونالدو في الفريق ويكون نموذج أن يحتذى به في الفريق خصوصا مع منشستر ولكن ننتظر ونرى ماذا سيحدث لكريستيان رونالدو ننتظر ونشوف ما يحدث مع كريستيان رونالدو لكن نروح لنجم ونجم كبير جدا على مستوى العالم وعلى مستوى البريميال ليج نجمنا الكبير المصري محمد صلاح في وجود محمد صلاح وجود هالند وجود نونز هل الأمور قد تكون صعب على محمد صلاح التواصل والحصول على هدف أو هدف الدوري الإنجليزي هذا العام ولا بيدفلوا دوت كمان يعني طموح ودوافع جديدة ورأيك أو توقعاتك لمحمد صلاح لهذا الموسم مع ليفربول لا لا أعتقد أن أعتقد أن الأمر مفيد لمحمد صلاح محمد صلاح مضى على عقد طويل الأمد مع ليفربول محمد صلاح يتميز بالاستقرار مع الفريق كان يؤدي جيدا بجانب ساديوماني مع ليفربول في السنوات الماضية ولكن أعتقد أن محمد صلاح هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ البريمير ليج وليس في السنوات الأخيرة وهو الأعظم في تاريخ ليفربول محمد صلاح هو قدوة للعبين الشباب بجواره هم محظوظون أن يلعبوا بجوار محمد صلاح محمد صلاح أعتقد أنه سيكون موسما ناجحا آخر في مسيرة محمد صلاح أعتقد أننا سنرى موسمة مميزة لمحمد صلاح هذا العام أكيد محمد صلاح فخر للمصريين ولو تكلمنا عن اللاعب المصري يمكن ستيفن أنت لعبت أمام أو أدرت مباريات كثيرة أمام لعبين مصريين تكلم على أحمد المحمدي تريزي جيه إنني وكان محمد صلاح أحمد حجازي كمان كان موجود وأكيد عندك رؤية خاصة للعب المصري لخص لنا هذه الصورة ورؤيتك للعب المصري نعم اللاعبين الأسياني الذين لعبت ضدهم كان محمد المحمدي وميدو بالطبع أعتقد هم موهبتان رائعتان أنا لعبت ضد ميدو ومحمد المحمدي مع الوقت مع الوقت أحمد المحمدي وجد نفسه في الدور الإنجليزي هو لعب رائع هو لعب موهبة مميزة استمر بالطبع سيؤدي موسمان رأى هو لعب على مصالفة لعب جيد جدا اللعب الإنجليزي اللعب المصري أدى بشكل جيد في الدور الإنجليزي ترك أثرا جيدا خصوصا محمد صلاح ماليفربول كما تعرف هناك هناك طابع مميز للدور الإنجليزي ويجب أن يكون لديك التأثير الخاص بك حينما تأتي للدور الإنجليزي نعم صحيح ستيفن ريد بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في طبعا المحترف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر